مرحبا عزيزية متابعي قناة بلين بعيون عربية نزل عندنا تحديث جديد تطبيق سناب شات التحديث برقم 12.1.40 قبل ما ابدأ شرح الطريقة الصحيحة للتحديث لا تنسوا تدعموا قناة بلين بعيون عربية باشتراكوا لايك وتفعلوا نزل الجرس حتى يوصلكم كل شي جيد من عندي مثل ما تعرفون كل اسبوعين نزل عندنا تحديث سناب شات قبل اسبوعين نزل عندنا تحديث صار بي مشكلة انه الستوريات اللي تنزلها كل شخص انت عملت الحظر رح يقدر يدخل عليك ويشاهد الستوريات فنصيحة اكدوا انه التحديث هذا هو نزل يوم امس بالليل اعتقد انه يحل هذه المشكلة ثاني حابب اقولها كل واحد رح يوصلها رابط اي رابط الكان سواء انستجرام سناب اي تطبيق انه حسابك راح يروح خلي يروح بس ليجاوب هذا الرابط هذا عبارة عن رابط هكر زين اذا مو الشركة الاصلية حتى لو ايجاوية علامة الشركة الشركة الاصلية راح تدزك على البريد الالكتروني اتأكد منه قبل ما ترجع ترسل معلوماتك لانه هذا عبارة عن رابط هكر راح ياخذ احسابك ايضا نقطة اخرى حابب اقولها كل واحد عند حسابين على تطبيق سناب ممنوع ممنوع يخلي الحسابين يشتري هاتف ثاني هاتف رخيص بمية ويحط السناب هناك والسناب الرئيسي على الهاتف لانه الان حضر مؤقت كثير وان شاء الله نجد حل لهذا الحضر بس كل ما نجد حل تطبيق سناب يوقف هذا الحل فرجاء لا تحاولون ترتكبون اخطاء حتى لا يصيرتكم حضر مؤقت وخصوصا العراقيين والسعوديين اكثر بلدين هم اللي يتأثرون بهذا الشي العراق والسعودية الان راح اشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث لكن مرة ثانية ادعموني بالاشتراك واللايك انا افيدكم كلش كلش خلي نروح على الايفون اشرح لكم من داخل الايفون حتى احدث بصورة صحيحة راح ادخل على الابل ستور طبعا في مشكلة عدنا بالابل ستور احنا في الايفون 13 اعتقد مو عدي الكل شوفوا رجعت الحمد لله تحللت المشكلة هذا التحديث نزل اليوم امس اصلاح الاخطاء التحديث برقم 12 1.40 143 ميجا قبل ما تحدث تروح على الاعدادات تنزل على اه تنزل على تحديث البرنامج تتأكد الايفون اخر تحديث بعدها راح تنزل على مساحة التخزين وتتأكد عندك اقل شي هنا 7 الى 10 جيجابايت مساحة غير مستخدمة بعدها راح تنزل الى الاسفل شوفوا هذا التأخير هذا اعتقد بمشكلة عندهم بشركة ايفون وراح ينزل تحديث جديد تنزل على هنا الاسناب اهم شي مع عابر الواحد جيجابا لو كان عابر الواحد جيجابا راح تحذفه وترجع تنزل الان اروح احدث ما عندي اي مشكلة متل ما تشاهدون حدثت الان يفتح التحديث ان شاء الله يكمل التحديث وتشاهدون داخل الاسناب ما في اي مشكلة الان متل ما تشاهدون كمل التحديث راح ادخل عليه هذا الاحساب مالتي كيجا يلدي 1-2-3-5-2-5 التحديث ما بي اي مشكلة اتمنى استفاديتم منه لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جيد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلام اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل الاني حاضر وشكرا لكم مع الف سلام